17 يوم يعني هي فترة الشخص المرشح القادم لرئاسة نادي النصر كيف تعلق على ما يحصل داخل أروقات البيت الأصفر شوفيه امتداد لاستقالة الموسم الماضي نحن نتذكر الموسم الماضي كان فيه هناك أصوات كانت تطالب الأستاذ فهذا المطوع أن يكون رئيس لنادي النصر من ضمنها الدعم الأول لنادي النصر فجأة لم يتقدم فهذا المطوع استمر فيصل بن تركي بعد اجتماعه في مجلس الأمير مشعل بحضور أعضاء الشرف اللي وعده بتقديم دعم مادي كبير نتذكر نحن أنه كان هناك دعم مال يمكن أن يفوق الستين مليون ريال أعتقد اليوم النصراوين هم من يختارون مصيرهم عكس نادي الاتحاد هذا الكلام اللي أنا قلت لك يا أبو فيصل في جزئية نادي الاتحاد اليوم نحن نشاهد أن رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر يقول ما لديها الرغبة فليتقدم لكن السؤال الآن هل في نادي النصر إذا تقدم شخص أو شخصين لديهم الرغبة في الترشح لكرسي رياسة نادي النصر هل سيكون هناك انتخابات أكترونية في نادي النصر أو سيكون فقط في نادي الاتحاد هذا السؤال هذا السؤال الأهم يعني إحنا شاهدنا اليوم أنه في نادي الاتحاد لا يوجد مجلس أعضاء الشرف هذه النقطة اللي أنا قلت لك بس اليوم نمير عبدالله بمساعد وايل يقول أنه راح تطبق الانتخابات الإلكترونية على جميع الأندية فعلا هذا النقطة الأهم لكن إحنا واضح أنه من تصريح حتى بيانة مركز إعلامي من نادي النصر أنه رئيس هيئة أعضاء الشرف يقول من لديه الرغبة فليتقدم قبل 17 إبريل يعني تقريبا أو يعني آسف في نهاية شهر إبريل نهاية شهر إبريل المعذرة يعني تقريبا بعد 17 يوم 17 يوم تحديدا لكن هنا السؤال ممكن يوجه حتى لرئيس الهيئة العامة للرياضة هل في نادي النصر إذا تقدم أكثر من شخص لديه الرغبة في تولي منصب رئاسة النادي هل سيكون هناك انتخابات أكترونية أو سيكون مثلا الجمعية العمومية أو مجلس أعضاء الشرف نادي النصر هو من يختار الرئيس المقبل لكن خلينا نتكلم نحن في جزئية استقالة الأمير فيصل بن تركي أتوقع أن المطالبات زادت في الآون الأخيرة من جماهير نادي النصر من بعض الإعلامين في نادي النصر على ابتعاد الأمير فيصل بن تركي اليوم الأمير فيصل بن تركي ما أبغى أقول يلبي رغبتهم اليوم وضع الكورة أمام من لديه الرغبة في التقدم والترشح لكرسي الرئاسة الموسم الماضي لم يتقدم أحد يعني حتى فهد المطوع عن سحب اليوم نسمع أن هناك زميل بطال القوس تقريبا قبل أسبوع أو أسبوعين استضاف سلمان المالك كان هناك تلميحات لديه الرغبة في التقدم نحن ننتظر الآن فترة الأسبوعين أو 17 يوم المتبقية سنشاهد من لديه الرغبة في تولي منصب رئاسة نادي النصر لكن أمير فيصل بن تركي بكل أمانة أقولها أنا مش قريب من بيت النصراوي لكن اللي عمله فيصل بن تركي في السنوات الأخيرة يعني شيء كبير جدا أنك تعيد ترتيب فريق وتخليه فريق ينافس النصر حتى لو حقك فقط ثلاثة بطلات النصر كل سنة هو بيلعب على مباراة نهائية لا يحالفك التوفيق لديك مثلا بعض الأخطاء مثلا حصلت في هذا الموسم لا تلغي النجاحات التي قدمتها في نادي النصر لكن ترك المجال لإدارة جديدة أعتقد هذا أمر إيجابي وأمر صحي أن تأتي إدارة لديها الرغبة نادي النصر نادي كبير مثله مثل نادي الاتحاد الهلال الأهلي يعني أتوقع أنه مليء بالرجال القادرين على تكملة هذا المشوار ونتمنى التوفيق للبيت النصراوي سواء استمر الأمير فيصل أو حضر مرشح جديد لتولي هذا المنصب